اشتركوا في القناة باب اللي فتحوا الرب ليك لن يغلق لن يغلق الأبواب لتغلق جعلت أمامك بابا مفتوحا احفظ هذه الآية أشعياء 45 مع سفر الرؤية أصحاح 3 قد جعلت أمامك بابا مفتوحا مش أنت اللي فتحته الرب اللي فتحه ليك قد جعلت أنا الرب يتكلم أمامك بابا مفتوحا رؤية الثلاثة وآية 8 ولا يستطيع أحد أن يغلقه ليه؟ لأن الرب هو اللي فتحه مش أنا أنا لو هفتح أنا سهل أن يتقفل يا رب أشكرك لأنك فتحت الباب ولا يستطيع أحد أن يغلقه ممكن الباب اللي فتحه الرب ده خروق من مزلة خروق من عبودية خطيئة خروق من مشكلة عائلية باب تفتح ممكن يقول الباب الفتح باب تعويض في حياتك ممكن الباب الفتح ده باب للانطلاق في خدمة الشفاعة ممكن يقول الباب اللي تفتح ده انطلاق في خدمة الرعاية أنت اللي تعرف مع الرب إنما تأكد أن الباب الذي فتحه الرب الأبواب لا تغلق لا تغلق الملك حزاقية رح فتح أبواب الهيكل بالرب طول حياته الأبواب مفتوحة لم تغلق قد جعلته أمامك بابك مفتوحة ولا يستطيع أحد أحد أن يغلقه مع أن أنت قوتك قليلة وهو ده المجد في الآية دي إن رغم أن أنت قوتك يسيرة لا يعني ما تقدرش تحمي نفسك وممكن تيجي أنت إنسان فممكن في السكة الزحلة تقع بس رغم كل ده القوة اليسيرة الباب الذي فتحه الرب لا يستطيع أحد أن يغلقه والببان الخادعة اللي فتحها إبليس تغلق تميلي بالإيمان ده تطلع من الاجتماع ببان فتحها إبليس لاستهلاكي لاستدراجي برا مشيئة الرب ببان فتحها إبليس لإنهاكي لتعطيلي تغلق تطلق تعلن إيمانك يتقفل الباب ومين اللي يقفل الباب؟ الرب في كل باب فيه أذى في كل باب فيه سلب في كل باب فيه خداع يعني الكتاب يقول توجد طريق شكلها حل ولكنها هيئتها كارثة فيه خداع والعالم مليان خداع ويا مناسب بينه أصدقاء ومع الواد يستخدمهم إبليس طعن لك لغم أنه كانوا أصحابك دي ببان مش من الرب يغلق كل باب جاي منه خداع وجاي منه سل يغلق جاي منه استنزاف يغلق يغلق وانت بتصلي عندك ثقة تحسم أمورا زي ما بيقول الكتاب تحسم الأمر وانت بتصلي تحسم تقول المشكلة دي تقع يعني تقع باسم الرب يسوع قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع مع أين ده المجد اللي في الآية دي هي فيها مجد أن الرب يفتح باب لكن المجد أعظم أن الباب يتفتح وأنا قوتي قليلة لأن لك قوة يسيرة لكن لأنك تمسكت بكلمتي لأنك حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي يا ديك هيبة وأديك يقول لك أجعل الذين من مجمع الشيطان يأتون ويسجدون أمام رجليك هذا تعبير لأن الرب يدي المؤمن هيبة أمام العالم الشرير هيبة يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك بربط الآية دي بأشعية خمسة واربعين والأبواب لا تقلق أنت بقى ترجع البيت تبتيت تفتكر الآية كتنة الآية كتنة الآية دي كلمتني الآية دي مش وقتها الوقت وتبتيت صلي وتبسك بالآية وتتعزى وروحوا قدس يزورك وتحس في حاجات ما كنتش بتحس بيها قبل كده ترجمة نانسي قنقر